وبعد الناس يمتشرون في الماء الذي قرى عليه باب المشايح السوفية فهل يجوز يستخدم هذا الماء؟ لا الصوفية لا يقرأون العراد الشرعية أن مغالب عراده مشركية ولذلك ينصح المؤمن والمسلم بأن لا يأخذ رقعه صوفي وأن يرقى نفسه هو أم يرقاه هو أهلاح الترحيل الناس يرقى يرقى بكتاب الله وصنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن الناس يرقى معنوم المسيح يرقى تحريب وعندهم شعوذة وعندهم تحوين وعندهم تحوين لا يوجد مغرورة يجعلون على الشرك بارك الله تيك شيخ المسيح المترجم للقناة المترجم للقناة